اشتركوا في القناة يلا نمشي على اثنين الجايات هذا التمرين بيكون بالworkbook ارجعوا له في workbook يعني المهرجان رح يضمن من الفيلة والجمال ceremony, precision, mask, celebration ceremony معناها احتفال فالمهرجان حيتضمن احتفال من الفيلة والcamels لا ما ابتيجي هاي precision معناها ايش حكينا موكب موكب من الجمال والcamels ممكن خليها mask معناها قناع مستحيل celebration معناها احتفال في زي زي الفيستفل ما بتضيف لنا اشي يعني في الجملة الحل الصحيح number two add the precision في الموكب a blank is going to play some nice music شيء او شخص رح او بغض النظر رح يعزف لنا موسيقى جميلة خلال الموكب مين اللي بيعزف authors مؤلفين لا donation تبرع لا fireworks اللي هي العاب نارية برضو لا فبدي يكون عندي الإجابة اللي هي band معناها فرقة ففرقة هي اللي حتعزف لنا number three the festival will open its doors المهرجان حيفتح أبوابه to فراغ for the poor للفقراء processions مواكب للفقراء لا gifts هدايا ممكن donations تبرعات انو منطقية اكثر تبرعات ولا هدايا للفقراء تبرعات اكيد هي المنطقية اكثر فgifts لا customs أزياء برضو لا number four there will be plenty of fun قلنا plenty of مناها العديد من أو الكثير من رح يكون في عندي الكثير من الأشياء الممتعة شو هي الأشياء الممتعة اللي هون competitions منافسات ممكن خلوها customs اللي هي أزياء ممتعة لا fireworks برضو ممكن processions مواكب الأفضل لا فلذلك نحكي fireworks ولكمpetitions ايش اللي ممكن البني آدم يستمتع فيه أكثر ويشارك فيه طبعا اللي هي competitions مش fireworks number five the festival will end with a display of يعني المهرجان رح ينتهي أو رح يختم بعرض من عرض من إيش الأقنعة masks no fireworks ممكن حكينا ليلة العاب النارية authors عرض من المؤلفين لا customs عرض من الأزياء الأفضل لا لأنه في أحسن منها اللي هي إيش fireworks ليلة العاب النارية آخر سؤال في الفوكابلوري رح نشتغل عليه اللي هو هذا الجدول البسيط الحلو which words from the box will the speakers use for each celebration طرعا في الكتاب عندك هو أصلا listening بس كونه ما في listening إحنا مباشرة بنحط السؤال إيش أي كلمة من الكلمات هاي الموجودة رح يستخدمها المتحدثين لكل مهرجان من هاي الأشياء اللي موجودة وكل احتفال write the words under the correct celebrations يعني أكتب الكلمات تحت الاحتفالات اللي هي الصحيحة والمتعلقة يعني الكلمات هاي متعلقة بالإحتفالات اللي تحت بأن نصنفها بالشكل الصحيح لكل وحده هذا التمرين students book رح يكون موجود students book ركزي كويس exercise 2 page 16 ارجعوا له يلا نشوف الكلمات مع بعض ونكتب معانيهم يلا حضروا قلامكم اكتبوا المعاني زي دايما برجع نلوحي شوي عشان نشوفوا الكلمات كويس رح أحكيهم بصوت واضح ومعاني واضحة اكتبوهم bands باندز معناها فرق 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 موسيقية بالعادي اللي هي bands competitions اللي هي منافسات منافسات competitions customs customs أنا واصل هون customs customs معناها أزياء بعدين عنا donations معناها تبرعات fireworks ألعاب نارية floats زي سيارات مزينة ice sculptures معناها تماثيل أو منحوتات سوريا منحوتات جليدية procession موكب authors مؤلفين للي ما لاحق معاي أو ما سمعهم يعمل pause للفيديو ويرجع عليهم يفهم معانيهم قبل ما نفوت في الحل السليبريشنز الموجودات عنا 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 camel fair اللي هي معرض الجمال معرض الجمال winter carnival كرنفال الشتاء عنا جيذرز برغ جيذرز برغ بوك فستفل اللي هو معرض الكتاب لجيذرز برغ أوكي معرض الكتاب أو مهرجان الكتاب سوري أوكي يلا نشوف camel fair شو ممكن يكون عندي شو ممكن يكون عندي بالcamel fair بدي يكون عندي فرق لا مش موجود عندي فرق competitions yes competitions خلينا نرمز لا الكامل fair A winter carnival B والبوك فستفل C عشان ما نكتب من تحت نوفر عن نفسنا وقت يلا نصنفهم سريعا bands حكينا لا competitions بدي يكون بالcamel fair competitions منافسات ممكن سباقات ممكن كذا yes هاي منحط عندها A للكمpetitions customs أزياء ممكن يكون عندي أزياء في ال camel fair لا donations تبرعات yes بدي يكون عندي تبرعات بالcamel fair fireworks yes ممكن يكون عندي fireworks B ال camel fair floats سيارات مزينة لا ما هو للجمال ice sculptures منحوطات جليدية برضو لا لعن الجمال precision موكب yes بدي يكون عندي موكب للجمال authors مؤلفين ما لهم علاقة في موضوع الجمال أبدا winter carnival اللي هو كرنفال الشتاء بدي يكون عندي bands فرق موسيقية بدي يكون عندي floats سيارات مزينة وبيدي يكون عندي ice sculptures واضحة وبيدي يكون عندي أيضاً كمان precision اللي هو موكب فprecision تتكرر عندي في الcamel fair وفي الوينتر carnival آخر إشي بدي يكون عندي اللي هما إيش gathersberg book festival ممكن يكون عندي أنا authors تمام ممكن يكون عندي authors وين راحت author زيها c authors ممكن يكون عندي آه سوريا جماعة الخير خلينا إيش نعدل شغلة سريعة أنا آسف جداً بالنسبة لـ donations بالنسبة لـ donations أنا آسف هذا خطأ مني بالنسبة لـ donations خلينا نعدلها ها donations ما بتروح مع الـ Camel fair donations بتكون مع الـ Gathersberg festival customs بتروح مع الـ customs بتروح مع اللي هي الـ Camel fair customs camel fair donations بدا تكون أيضاً مع اللي هي Gathersberg festival بالطريقة هاي بنكون حلناها مرة ثانية يعني عندي bands winter carnival competitions camel fair customs camel fair donations book festival fireworks camel fair floats winter carnival ice sculptures winter carnival procession لا بطريقة هاي بنكون خلصنا احنا كل شيء متعلق بـ Reading comprehension vocabulary في اللي هي قسم الأول موحدة الأولى إن شاء الله تعالى راح نلاقيكم المرة الجاي عشان نشرح لـ grammar future tense the future tense يا جماعة في ناس كتير بيقول لك عشق عشق the future tense بس لا تخافوا إن شاء الله تعالى راح نشرحها بطريقة مبسطة وميسرة وسهلة اللي تقدر تفرق شو بدك تستخدم في كل future بإذن الله تعالى الله يعطيكم ألف عافية بنشوفكم في القرامر المرة الجاي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة